كثرة تعود الدول الغربية لإرسال دبابات قتالية متطورة لمواجهة المد الروسي العسكري المتزايد في الأراضي الأوكرانية فما هي أنواع هذه الدبابات؟ للولايات المتحدة الأمريكية بعد تردد أعلنت موافقة نهائية على إرسال 31 دبابة إبرامز M1 إلى الجيش الأوكراني لتعزيز موقع الدفاعي والهجومي في آن واحد أما النوع الثاني من الدبابات فهي دبابات ليوبارد 2 الألمانية حيث قررت برلين وعدد من الدول الأوروبية الأخرى بعد ضغوط أمريكية إرسالها إلى كيب فيما يتعلق بالنوع الثالث من الدبابات فهي تشالنجر 2 البريطانية حيث تعهدت الحكومة البريطانية بإرسال 14 دبابة منها إلى القوات الأوكرانية في هذا الصدد يقدر العدد الإجمالي للدبابات الغربية المقرر وصولها حسب نيويورك تايمز بمئة وخمس دبابات على الرغم من أن كيب طلبت حوالي 300 دبابة الشيء اللافت هنا أن هذه الدبابات لن تدخل ميدان الحرب بشكل فوري فوصولها إلى القوات الأوكرانية سيستغرق شهورا وليس أياما والدفع الأولى منها مقرر أن تصل في مارس المقبل والسبب في بطي عمليات التسليم يعود إلى أن الجيش الأوكراني يفتقر إلى ألية تشغيل كافة الدبابات الغربية ويحتاج إلى التدريب على استخدامها الذي ربما يمتد إلى شهور طويلة فعلى سبيل المثال دبابة إبرامز الأمريكية تمتلك تكنولوجيا متطورة ومعقدة وصيانتها صعبة إذ يحتاج محركها النفاث إلى وقود طائرات للعمل من العقبات التي تقف حاجزا ولو مؤقتا أمام وصولها لكييف هي أن الجيش الروسي يشن غارات على السكك الحديدية في مختلف المناطق الأوكرانية ومع هذا الدعم الغربي السخي فأن أغلب الأراء الغربية تذهب إلى أن معركة الدبابات لن تغير مجرى القتال بشكل فعال لصالح كييف بسبب عامل الوقت والتدريب إضافة إلى معضلة الصيانة وتوفير الدخائر